هذا وقد هنأ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو ودع فضيلة الإمام الطيب المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يوفق قادتها لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ودع الأزهر الشريف بيان أبناء الوطن إلى استمرار التكاتف والتعاون والتلاحم الشعبي والاستفاف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة ومؤسساته الوطنية ومذل المزيد من الجهد والمثابرة والعمل لتحقيق نهضة الوطن وتقدمه على طريق التنمية والرخاء والازدهار